بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً بكل متابعين الأعزاء أينما كنتم وهذه حلقة جديدة من برنامج سينما الصغار اليوم عدنا حلقة مميزة جداً ويانا ضيوف أعزاء من جهتي الجهة الأولى هي مدرسة المقاصد الابتدائية الأهلية وأيضاً من مؤسسة ريتال الخيرية وحلقة مميزة إن شاء الله من سينما الصغار اشتركوا في القناة الله ما أجملها وما أروع شكلها لم أرى مثلها من قبل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكم تبيعها؟ لا أعرف قيمتها ولكن بكم تشتريها أنت؟ لا أعرف قيمتها أيضاً ولكن أعطيها هدية إلى أحد الأمراء وأنا أضمن لك ما هو أهم من الدنانير والدراهم والدراهم ما هو؟ أضمن لك أن تكون مقرباً من هذا الأمير وإذا أعطيتها لك فهل تضمن لي أن تعطيها لهذا الأمير؟ وأنا لهذا الشرف؟ ها 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 طبع آتها آتها كانت رؤيا غريبة لم يفهم معناها حزام بن خالد وما هذه العصى الجميلة؟ ومن هو الأمير؟ ما إن أنهى السفر حتى توجه إلى أحد أصدقائه مما يجيدون تفسير الأحلام لو صدقت رؤياك فسوف ترزق بإذن الله بابنة يخطبها منك أحد العظماء وسوف يكون لابنتك شأن ولك أيضاً بما أنك والدها فرح حزام جداً بهذا التفسير وقد ترك زوجته ثمامة حاملاً وإذا رزق بابنه فقد يكون تفسير الرؤيا صحيحاً وقد كانت فتاة بالفعل ماذا سنسميها يا حزام؟ لم أرد اختيار اسم لها حتى تعود من رحلتك فاطمة سأسميها فاطمة وستكون كنيتها أم المنين اسم جميل وكنية جميلة نسأل الله أن يجعلها أماً صالحة ولكن حزام لم يعتمد على تلك الرؤية بل قرر تربية ابنته تربية سليمة بأن تعرف أمور دينها وواجباتها جيداً إلى أين تذهبين يا فاطمة؟ أريد أن أراجع ما حفظته أمس من كتاب الله ثم أقرأها علي لتتأكد من حفظي كما تطعل كل يوم لا تعودها أن تحفظ القرآن بمقابل يجب أن تعرف أن مكافأتها الحقيقية هي أنها تحفظ كلمات الله هي التي طلبت مني ذلك يا ثمامة ولم أشأ أن أغضبها خشيت إن رفضت طلبها أن تتوقف عن الحفظ طلب غريب ترى ما ستفعل بهذا المال؟ لا أدري ولكنه مبلغ بسيط درهم في اليوم ربما تدخر المال لتشتري شيئاً تريده من تراه يأتي الآن؟ السلام عليكم يا سيدي وعليك السلام ورحمة الله خيراً يا سيدتي أتيت لآخذ نصيبي اليومي يا نصيب أنا امرأة فقيرة وهناك طفلة جميلة هنا تعطيني كل يوم درهماً وكنت مريضة يوم أمس فلم أستطع الحضور وقد جئت اليوم ليأخذ نصيب اليوم والبارحة ابنتي فاطمة تفعل ذلك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله كبرت فاطمة وكانت تزداد تقوى وزهداً وورعاً فصارت مثالاً للفتاة المسلمة التي يتمناها أي أب وأي أم أمي هل تذكرين تلك الرؤية التي كنت تحكين لي أن أبي رأاها قبل مولدي؟ نعم كان ذلك منذ زمن طويل لقد رأيت أمس رؤيا وأردت أن أقصها عليك ربما كانت لها علاقة برؤيا أبي ماذا رأيتي؟ كنت أجلس في بستان مليء بالأشجار المثمرة كنت أنظر إلى السماء وأنا أفكر في عظمة الله خلق سماء مرفوعة بغير عمد وقمراً منيراً وكواكب زاهرة وفجأة إذ بي أرى كأن القمر قد ترك السماء ووقع في حجري وهو يتلألأ نوراً يغشى الأبصار فعجبت من ذلك وبعد ذلك رأيت ثلاثة نجوم زواهر قد وقعن في حجري وقد غشي نورهن بصري ترى ما تفسير هذه الرؤية؟ لا أعرف تفسيرها بالضبط ولكنها خير بإذن الله هكذا يحدثني قلبي قلبك يحدثك بالصواب يا ثمامة أبي هل سمعتني وأنا أحكي لأمي؟ وقد جئت منذ قليل ومعي تفسير الرؤية هذه الرؤية والرؤية التي رأيتها قبل مولدك كنت أشعر أنهما مرتبطتان أخبرني يا أبي زارني اليوم الصحابي الجليل عقيل بن أبي طالب أخ الخليفة علي بن أبي طالب عليه السلام؟ نعم يا ثمامة وقد أخبرني أن أمير المؤمنين يبحث عن زوجه وقد رشح له عقيل واحدة لا يرى من هي أنسب منها لتكون زوجة له إنها أنت يا فاطمة ها؟ لم تتمالك فاطمة نفسها من السعادة الحمد لله أي زوج لابنتنا خير من أمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تم الزفاف الميمون وتزوجت أم البنين بعلي بن أبي طالب عليه السلام كان أول طلب لها من زوجها طلبا غريبا ولكنه مثال لأخلاق وأفكار المرأة المسلمة ذات القلب المؤمن يا أمير المؤمنين يا زوجي العزيز اسمح لي أن أطلب منك طلبا أرجو أن لا تتعجب منه لا تقول يا فاطمة بل نادني بكنية أم البنين أعرف أنه طلب غريب ولكن أخاف على مشاعر ابنيك الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة فلا بد أنهما يفتقدان أمه مر فاطمة الزهراء عليها السلام وأخشى أن يذكراها كلما ناديتني باسمي الذي أشرف أنه كاسمها عليها السلام ولكن إذا ناديتني بأم البنين فلن تجرح إحساسهما الله يعلم كم أحبهما وأتمنى أن أكون لهما أما تقوم برعاية شؤونهما على أحسن وجه هكذا كانت فاطمة تضرب في كل تصرفاتها المثل لما ينبغي أن تكون عليه المرأة المسلمة نموذجاً للمرأة والزوجة والأم المسلمة وقد رزقت من أمير المؤمنين علي عليه السلام بأربعة أبناء هم العباس وعثمان وجعفر وعبد الله عليهم السلام ورغم حب أم البنين لأبنائها إلا أنها لم تنسى أبداً قدر الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب سيدا شباب أهل الجنة ولذلك فقد حزنت لوفاة الحسن وظلت تطمئن على أخيه الحسين حتى استشهاده في أرض كربلاء في معركة الطف موسيقى موسيقى مع breakdown و Branch يا أهل يثرب لا مقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مدرار الجسم منه بكربلة مضرج والرأس منه على القناة يدار أيها الناعي أخبرني عن حبيبي وولدي الحسين من أنت؟ أنا أم البنين زوجة أمير المؤمنين يا أم البنين أعضب الله لك الأجرب ولدك جعفر أخبرني عن ولدي الحسين أعضب الله لك الأجرب ولدك عثمان ما سألتك عن أولادي أخبرني عن حبيبي الحسين أعضب الله لك الأجرب ولدك يا عبد الله يا بشر لقد كسرت قلبي وستني كربا فوق كربي ما سألتك عن أولادي سألتك عن ولدي الحسين يا أم البنين أعضب الله لك الأجرب بقمر العشيرة أبي الفضل العباس والله قطة قلبي أخبرني عن سيدي وولدي الحسين يا أم أعضب الله لك الأجرب أبي عبد الله الحسين ليس هناك مثال أروع من ذلك إنه مثال تضربه لنا أم البنين فاطمة بنت حزام التي ظلت ترعى أحفاد أبنائها وأحفاد الحسن والحسين في الثالث عشر من جماد الآخرة سنة أربع وستين للهجرة رحمها الله وجماعها في الجنة بمن أحبتهم في الدنيا رجعنا وياكم مرة أخرى أحبة البتابعين وشفنا قبل شوية فيلم تم اختياره لسيدة عظيمة وجليلة وإلها مواقف لا يمكن أن نتغافل عنها أريد أول سؤال أسئلة الفيلم اللي شفتوه عن منو؟ من يقدر يجاوبني؟ إيه ماما؟ أول ما رشنو اسمك؟ حسن حسن ياصف حسن؟ خامس خامس؟ يا مدرسة؟ مقاصد مقاصد حسن الفيلم اللي شفتوه عن أي شخصية؟ منو؟ أم البنين عليه سنو أم البنين أحسنت إذن الفيلم اللي تم اختياره هو عن شخصية عظيمة امرأة إلها ثقلها في التاريخ اللي هي أم البنين عليه السلام أم البنين هذا اسم لو كنية من يقدر يقولي؟ منو؟ إيه ماما؟ شنو اسمك؟ علي خالد علي بياصف رحت خامس ابتدائي رحت للخامس أم البنين اسم لو كنية؟ كنية كنية زين اسمها الشنو؟ آآ فاطمة فاطمة أحسنت شكراً إذن أم البنين سلام الله عليها هي اسمها فاطمة أقم بداية الفيلم شفتوه قصة صارت أو حلم حلمة رجل هذا الرجل اللي حلم الحلم شي صير من أم البنين؟ من يقدر يقولي؟ أبوها أول مرة خلنا نعرف شنو اسمك؟ تاج تاج بياصف؟ آآ رحت للرابع على ابتدائي رحت للرابع زياد هذا الشخص اللي شفناه بداية الحلم شي صار من أم البنين؟ آآ أبوها آآ أبوها تعرفي شنو اسمه؟ آآ حزام حزام أحسنتي إذن بداية الفيلم ظهر شخص اسمه حزام بن خالد هذا الشخص رأى رؤية بالحلم وهي أنه بيدي نوع من الصولجان الصولجان الشون اللي يكون بيدي الملك للحكم كان فتش رائع وجميل جداً وكان مستغرب من مين إجي هذا الصولجان وما يعرفش قد سمن أجي قد سعره يجا شخص قل لي ممكن تبيع أو هذا الصولجان اللي بيديك أشتريه من عندك قل لي ما عرفش قد سمنه آني زين بعدين شنو قل لي قل لي بأنه هذا الصولجان أنطي لأحد هدي لأحد الأمراء أو لأحد الملوك هو يعرف سمنه اهناني بهذا الحلم كان بداية الفيلم بداية القصة زين هذا الحلم اللي شفتوه اللي شافه حزام بن مالك بن خالد شنو كان تفسيره من يقدر يقول لي تفسير الحلم اللي شافه شنو خلي نشوف البنوتات هناني خلي نشوف عزيز تتاعي شنو اسمتش شمس اسمتش شمس شمس اللي بياصف فول مرأيت رح حروح للثالث من توصل للثالث دمام هذا الحلم شنو كان تفسيره راح الشخص فسر للحلم أنه راح ترزق بنت ستكون من صالحة تمام ايه هو نعافه كان غير مكان من حلم كان فيه رحلة صحيح مرته كانت حامل بلي ايه بعدين من رجح لقاها فتاة وقال انه هاي اللي بنيه راح ترزق من احد العظماء بنت تزوج من الشخص العظيم احسنتي شخص من العظماء وهاي فعلا اتحققت لما نرجع من السفر اللي كان هو بيه لقي زوجته اللي كانت حامل وضعت بنت جميلة هذه البنت هي منو هي ام البنين اهنانة امها كانت مسميتها او بعدها بمختارة لها اسم من يقدر يقول لي من راح شاف الطفلة هل كان مختارة لها اسم او لا خلي نشوف اهنانة خلي نشوف واحد من الحبابين شنو اسمك محمد 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 ياصف خامس خامس مينو اختار الاسم هي كانت الامة مسميتها للطفلة هي لو لو منو ابوها ابوها شنو سماها فاطمة وشنو كنيتها ام البنين احسنت احسنت يا محمد شكرا اذا اهنانة المرأة احترمت غياب زوجها وانتظرت زوجها يجي من السفر حتى يختار تسمية لهذه الطفلة وفعلا تم تسميتها بفاطمة وكنيتها ام البنين زيان اهنانة هذه الطفلة بعد ما ارف والدها بانه هذه الطفلة راح يكون الها شأن عظيم هل اكتفى؟ قال يالله هي بعد راح تكبر راح يصر شأن عظيم الها و تمام ها هي لو لا قام يتعب عليها قام شنو سو ابوها؟ مين يقدر يقولي؟ خلي شوفها البنوتر حلوة تعالي حبيبتي شنو اسمتك؟ فاطمة فاطمة يا حبيبتي صاحبة المناسبة فاطمة خامس رحتي للسادس و رحتي للسادس ابو السيدة ام البنية اللي هو حزام بن خالد ترك الطفلة هي تتربى كيف ما تكون وبالاخير هي تصبح عظيمة لو شون طريقة تربيتها كانت؟ أعلمها الإسلام وأحفظ القرآن أحفظ القرآن الكريم وتربيتها تربية؟ صحيحة أحسنتي شكراً عزيزتي إذن الأب رغم معرفته و رغم أنه شاف بالرؤية هذه الطفلة شقد راح تكون عظيمة و شقد مستقبلها راح يكون جيد لكن مع ذلك مكتفة و إنما بقى اشتغل على بنته بطريقة تربية راقية جداً تعليم أحكام الدين الإسلامي؟ تعليم القرآن الكريم بشكل يومي و بشكل دقيق بحيث الطفلة فاطمة كانت بشكل يومي تقرأ القرآن الكريم وتحفظ سور من الكتاب الكريم و أبوها يومية يسمع لها مجموعة من الآيات زين هنا السيدة فاطمة أم البنين كانت تطلب من والدها شنو؟ تطلب من والدها مبلغ مالي على كل آيات قرآنية تحفظها زين ليش كانت تسوي هيتش مين يقدر يعرف؟ بالفيلم شفناها مين يقدر يقول لي خلي نشوفوا هنا البنات الحبابات حبيبتي شنو اسمت؟ زهراء 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 السيدة أم البنين كانت تطلب مبالغ مالية درهم باليوم لأن كانت تحفظ قرآن كريم أهلها ما كانوا يعرفون ليش؟ بالفيلم شفنا ليش كانت تطلب المال؟ تجمع فلوسها على متطل الحجية اللي كانت تجيهم كل يوميا أحسنتي إذن السيدة أم البنين عليها السلام كانت باليوم الواحد تاخذ درهم كان مبلغ بسيط بس كانت تطلب هذا شيء مون نفسها كانت تطلب هذا الشيء على موض الساعد بالفقراء كان أكو إمرأة كبيرة بالسن فقيرة الحال الإمرأة كانت يومية تجي تتك الباب تاخذ هذا الدرهم والدتها ووالدها ما كانوا يعرفون هذا الشيء الحد ما في اليوم إجدت هذه الإمرأة العجوز وطرقت الباب وكانت أكو ابني حلوة جميلة يومية تطيني درهم أني إمرأة فقيرة وما عندي واليوم إجي أتأخذ الدرهم ما لليوم والدرهم ما اليوم أمس بأن يوم أمس كنت مريضة هنا أحس والد والدة السيدة أم البنين بأن هذه الطفلة مو طفلة عادية طفلة عندها روحانية عالية وتعلق بالله سبحانه وتعالى بشكل كبير جدا هنا الطفلة كبرت وأصبحت بنت شابة جميلة وراقية وإلها مكانة في المجتمع زين السيدة أم البنين كانت جالسة مع والدتها تسولف لها على رؤية هي شعفتها هاي الرؤية من يقدر يقول لي شنو؟ الرؤية اللي كانت السولف بيها مع والدتها اللي قالت لها أنا أحس بأن هذه الرؤية قريبة من الرؤية اللي شفتوها قبل ولادتي من يقدر يقول لي هاي الرؤية شنو؟ هاي عيني خلي شوف البنوتة اللي خلي أوصل لشو دقيقة خلي أجي أمتي هناني وقفة حبيبتي خلحت شوياتش شنو اسمت عيني؟ ميار ميار؟ وقفة حبيبتي خلي شوفت زين ميار الحلم الثاني اللي شافتها السيدة أم البنين واللي حست أنه أكوي لارتباط مع الحلم الأول شنو كان؟ هي كانت قاعدة بمكان حديقة شبيرة وحلمت بأنه كانت تسبح لله سبحانه وتعالى وتشوف الكون شنو اللي وقع في حجرها؟ وقع في حجرها القمار والنجوم وثلاث نجوم أحسنتي شكرت إذن ميار صالفتن عن الحلم الثاني اللي شافتها السيدة أم البنين عليها السلام زين الحلم الثاني كان عبارة عن أنه كانت جالسة في مكان حديقة جميلة جدا وكانت تسبح لله سبحانه وتعالى وتشاهد عظمة الله سبحانه وتعالى بهذا الكون وإذا وهي جالسة سقط في حجرها القمر القمر بجماله وهوية لئلة وقع في حجرها مو بس القمر مع ثلاثة نجوم زين بعد ما كانت السولف لوالدتها هذا الحلم من الدخل؟ عليهم؟ بالفيلم شفتوا من الدخل عليهم؟ إيه حبيبتي؟ شنو اسمتش؟ أمل أمل ياصف أمل رابع رحتي للخامس رحتي للخامس قل لزين تفسير الحلم كان شنو؟ منو دخل وفستر لهم الحلم؟ أبوها أبوها سين شنو كان تفسيره؟ تفسيره؟ همم؟ خلني سأل بالله غيرك تواف شكرا من يقدر يجاوبني؟ يلا حبيبي خلي أجيك وقف تقيقة لي أجي هنا شنو؟ قم وقف خليف؟ حسين 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 شنو جهن تفسير الحلم؟ تفسير الحلم أن يكون أن تتزوج الأمير المؤمني عليهم عليه السلام حسين وتنجب منه أطفال أطفاله حسين تمام ها شتيدك حسين يا صفتك؟ رحت للأول رحت للأول متأسط ها شتيدك شكرا يا حسين إذن حسين سؤال فيني شنو معنى الحلم؟ ومنو اللي يفسره؟ تخل والدها وقل لهم بأنه أنا أعرف تفسير الحلم إجاني قبل شوية عقيل بن أبي طالب وعقيل بن أبي طالب هو أخو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكان يبحث عن زوجه لأمير المؤمنين وهنان كانت السيدة أم البنين سعيدة بشكل جدا كبير لأنه راح تكون زوجه لابن عم النبي ولعلي أمير المؤمنين اللي هو الوصي تمام؟ زين اهنان تمت مراسيم الزفاف أول طلب طلبة السيدة أم البنين زين أكو طلب طلبة من الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في أول يوم شنو هذا الطلب مني يقدر يقول لي؟ خلا شوف هذا الولد الحباب خلا أروحنا وأسأله يلا أحبيب تعال قمو قف خلا أسألك شنو اسمك عيني؟ سجاد آريان سجاد؟ سجاد؟ شنو الطلب؟ اللي طلبتها؟ أم البنين من الأنير المؤمنين هو الطلب أم البنين عليه السلام طلبت من الإمام علي عليه السلام أنه ما يناديه باسمه حتى الإمام الحسن والحسين ما يذكرون أمهم فاطمة زهراء عليه السلام أحسن شكرا يا صفتي نجاحة للأول نجاحة أفيا عاشتي لك شابر شكرا إذن متل ما شفنا؟ شفنا الإجابة؟ أول طلب طلبتها السيدة أم البنين عليه السلام بأنه ما يناديها أميرة المؤمنين باسمها ليه كان اسمها فاطمة والسيدة فاطمة الزهراء عليه السلام كانت متوفية وعدها أولادها الحسن والحسين فإذا أمير المؤمنين عليه السلام بالبيت يقولها فاطمة 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 الأولاد رح يذكرون أمهم وهي شي سيدي شباب أهل الجنة راح ينقهرون ورح يتأذون فهي كانت تحبهم بشكل كبير بحيث ما تريدهم ينقهرون ما تريد تشوف الحزن بعيونهم فلهذا طلبت بأنه تكون تسميتها دائما بأم البنين السيدة أم البنين كان إلها مكانة كبيرة جدا بأن ربت سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين والسيدة زينب سلام الله عليها أيضا كانت تراعيهم وتعاملهم بطريقة أفضل من أولادها هي صار عندها أولاد من إمامة علي عليه السلام مش كم ولد صار عندها من يقدر يقولي؟ من يقدر يقولي؟ خلي شوف البنوتة خلي شوف البنوتة ما اسمك حبيبتي؟ ملاك 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 ياصف ثاني ثاني متوسط؟ أهلا وسهلا كم ولد عند السيدة أم البنين؟ أربعة أربعة زين عشتي إبتش أول واحد ثاني اسمه؟ عثمان عثمان صح ثاني اسم أريد؟ أي مامة؟ علي بيطالو عليه السلام علي بيطالو عليه السلام كان زوجها؟ أحد أولادها أريد؟ عثمان عثمان صحيح؟ أربعة جسم الله منه؟ عباس العباس عليه السلام عثمان عثمان هدولا صارو مثلين هسا؟ الثالث منه؟ جعفر جعفر أحسنت الرابع أي حبيبي؟ الرابع 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 عثمان لا احنا قلناه أول واحد قلناه عثمان أول واحد؟ عبدالله عبدالله مصحيح؟ أحسنت حبيبي شكرا إذن السيدة أم البنين عليها السلام فرعتها من أميرة المؤمنين أربعة أولاد العباس وجعفر وعبد الله وعثمان أربعتهم هذول الأولاد كرستهم لمحبة أهل البيت ولسيدي شباب أهل الجنة والدفاع عن الدين الإسلامي هنا صارت عدة أحداث بالأمة الإسلامية الحدث الأول اللي صار هو مقتل استشهاد الإمام الحسن عليه السلام دور أم البنين كان دور حزن الأم على ولده وكانت حزينة جداً على اللي حصل مع الإمام الحسن عليه السلام بالشيء الثاني أيضاً اللي صار هو الأحداث اللي بعدها اللي هي مع الإمام الحسين عليه السلام وهذا اللي صار مع الإمام الحسين عليه السلام خلتها ترسل أولادها الأربعة للقتال بين يدي أخوهم الحسين وكنا نعرف اللي صار في واقعة الطف هاي المعركة الغير متكافئة ما بين طرفين طرف الإمام الحسين عليه السلام وطرف اللعين يزيد الأحداث اللي جرت في واقعة الطف كانت بعيدة عن المدينة المنورة لأن واقعة الطف وين صارت؟ بيها مدينة؟ كربلاء كربلاء أحسنتم أم البنين هذه السيدة العظيمة كانت في يثرب يعني كانت في أرض الحجاز استشهد أولادها الأربعة أربعة أولادها استشهدوا في معركة الطف لما وصل الناعي إلى المدينة المنورة كان لها موقف شجاع جدا للناعي تذكر بأنه تريد تعرف أخبار الحسين عليه السلام شنو اللي صار بي الناعي يكون هدي له الخبر ما رأى رأسا يقول لها الخبر الحقيقي أو الخبر الأقصى خبرها عن مقتل ابنها عبدالله كلتا لها ما أثقلك عن عبدالله آني أثقلك عن الحسين عليه السلام بعدها قال لها آني أعزيت بابنة جعفر كلتا لها ما دا أسألك عن جعفر كلتا لها قعدا لك عن الحسين كلها أظم الله لك الأجر يعثمان قالت لمدا أسألك عن اولادي خبرني عن ابن الحسين شنو اللي يصار بي لحد ما قال لها أظهب الله لك الأجر بالعباس هنا أدركت بأنه صار خطر عن إمام الحسين عليه السلام تيدي العباس سلام الله عليه كان يعتبر بالنسبة للحسين جيش وحده هنا فقط أدركت أم البنين عظيم المصيبة اللي وقعت وفعلا تأذت أذى شديد جدا وكأنه أذى فعلا الأم على ولدها وفعلا بدت هنا رحلة حزنها عن الإمام الحسين عليه السلام وكانت خير المواسية للسيدة زيذب ومشاركة إلها بالعزاء مو هاي فقط وإنما هي فعلا ربت أولاد وأحفاد الإمامين الحسن والحسين لحد ما تم وفاته في الثالث عشر من شهر جمادي الآخر بسنة 64 هجرية اليوم كانت قصة الفيلم من أروع القصص مو قصة من الخيال وإنما قصة حقيقية قصة عن تاريخنا قصة عن ديننا ونموذج عن امرأة رائعة من بلادنا الإسلامية امرأة مضحية امرأة إلها مكانة جدا كبيرة عند الله سبحانه وتعالى وأيضا ويانا أشكر شكر جزيل اليوم الأولاد والبنات الحلوين اللي شاركوني في هاي الحلقة الموجودة اللي هي شاركوني وياها مدرسة المقاصد الأهلية الابتدائية وأيضا مؤسسة ريتال للخيرية طبعا شكر جزيل لهم على حضورهم إلى مدينة الحلم اليوم في شارع فلسطين حتى نسوي هاي الحلقة الحلوة من سينما الصغار إن شاء الله نتشاوف أيضا في حلقات أخرى جديدة خليكم ميانة مع حلقات أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة